رسالتي الثانية مع علي الوزير هي أنه يتعين علينا معاً أن نتفادى تصعيد إقليمي بأي شكل من الأشكال لأن نتائج مثل هذا التصعيد الإقليمي سوف تكون كارثية للمنطقة ونحن ندعو كل الأطراف لضبط النفس ووضع حد لمنطق الرد والرد المعاكس لأن المدنيين هم أوائل الضحايا في كل الأحوال هذه هي الرسالة التي نقلناها لكل من التقينا بهم في هذه المنطقة وأبدأ أن أكرر هذه الرسالة هنا وأنا أعرف أنها رسالة تنقلونها أيضاً مع علي الوزير لكل الذين نتكلم معهم في المنطقة الرئيس الفرنسي تناول هذا الموضوع مع الرئيس السيسي نحن مقتنعون بأن وقف إطلاق النار في غزة سيساهم كثيراً في تخفيض حدة التوترات الإقليمية وهذا هو التحدي الأساسي في هذه المرحلة التي نعيشها تخفيف حدة التوتر لتفادي الحرب رسالتي الثالثة والأخيرة هي أنه يجب بشكل ملح أن نتقدم باتجاه حل الدولتين في إسرائيل وفي فلسطين على أساس حدود 1967 وأعتقد أننا نتشارك في هذه القناعة وتكلمنا عن هذه المسألة بإسهاب هذا هو الحل الوحيد الحقيقي وهذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يحمل السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وفرنسا ومصر لهم وجهة نظر متشابهة حول هذا الموضوع وأريد أن نستمر بالعمل وأن نبقى ملخرطين في حل الدولتين من الآن وفي الشهور المقبلة وفرنسا سوف تتحمل مسؤولياتها لتعزيز هذا الحل في أوروبا وكذلك في مجلس الأمن الأمم المتحدة وبعد هذه الكلمات وهذه الرسائل الثلاثة أود معالي الوزير أن أشكركم يمكنك أن تعتمد على دعم بلادي ولدعم جهودكم الدبلوماسية والوصول إلى حل سياسي مستدام خدمة للسلام في الشرق الأوسط وشكرا